ميسي الفيتنامي نحيل أطار إعجاب أرسن فينغر يبحث منتخب فيتنام عن تحقيق أول نقطة في مشاركته الحالية بتصفيات التأهل إلى كأس العالم 2022 أمام السعودية متسلحا بأهم موهبة أنجبتها كرة القدم في البلاد وهو المهاجم كونغ فونغ الملقب بميسي الفيتنامي ولم تكن بداية كونغ فونغ في كرة القدم فروشا بالورود إذ رفضوا نادي فيتنامي شهير بعد شهر من نجاحه بالاختبارات الميدانية عندما كان يبلغ العاشرة من العمر لأن وزنه كان 25 كيلوغرام وأشار مسؤول النادي حينها إلى أن بنيته الجسمانية لن تتطور ولما هيأس ولد نيكوين من عرف ضف ففي عام 2007 سمع عن طريق الصدفة أن أكاديمية أرسنال إنجليزي بدأت في استقبال المهوبين عقب إجراء اختبارات ميدانية لهم بالتعاون مع نادي هوانغ أنجايا لأي المحلي وبالفعل أصبح كونغ واحدا من 14 لاعبا تم قبولهم من بين 7000 متقدم وعقب ثلاثة أعوام تمت دعوة نوغوين إلى أكاديمية دهاغل لخوض برنامج تدريبي في مالي إلى جانب لاعب آخر في برنامج تدريبي لللاعبين البارزين في الأكاديمية من جميع أنحاء العالم وفي نوفمبر 2012 كان كونغ فونغ من ضمن أربعة لاعبين تمت دعوة من التدريب في أكاديمية أرسنال بالعاصمة البريطانية لندن وكشف المشرف على أكاديمية النادي الإنجليزي أن المدرب السابق الفرنسي أرسن فينغل أعجب بقدراته وعاد بعد التجربة إلى فيتنام ووقع عقدا ماهوانغ أنجايا أي لايب فيتنامي الذي ألحقه بسدريبات فريق الأول عندما وصل إلى 18 عاما ومنحه القميس رقم 44 بدل من الرقم العشر الذي كان يرتديه دائما وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب في 2015 الأمر الذي دفع نادي ميتو هولي هوك للسعارة مقابل 100 ألف دولار كما لعب مع جميع المنتخبات السنية لفيتنام وصولا إلى الأول وأصبح كونغ فونغ من الشخصيات البارزة في فيتنام والشخصية الأقوى مع المنتخب الفيتنامي على الصعيد الجانب الإعلامي لكنه سرعان متطور في مشاكل عديدة في حياته خارج كرة القدم بداية من كثرة علاقاته العاطفية والتي كانت أبرزها مع مغنية فيتنامية ونشرت لهما صور مخلة لم يتقبل الشارع الفيتنامي وانتهت علاقتهما بشكل سريع مشاكل معي المترجم إلى الناس